بسم الله الرحمن الرحيم أعطب معكم موقع XQ55 قدم من خلال هذا الفيديو طريقة لعمل Root للعديد من أجهزة أندرويد من خلال تطبيق Framer Root هذا التطبيق يصلح لبعض الأجهزة تتجد قائمة متواجد فيها الأجهزة المدعومة لهذا التطبيق هذا التطبيق يتم وضع داخل الهاتف أو الجهاز أو التابلت ومن خلاله يمكن عمل Root بمجرد ضغط زر واحد المطلوب هو التالي اذهب لي Menu ثم الضبط ثم اذهب لي الحماية وضع صح على مصادر غير معروفة ثم موافق اذهب لي التطبيق الذي حملت على الذاكرة الداخلية والخارجية أنا أحمل التطبيق على الذاكرة الخارجية هذا هو شكل التطبيق اضغط على التطبيق ثم تثبيت افتح التطبيق ستجد خيارات في الأعلى هذه الخيارات متغيرة قد تجد سوبر اسيو أو سوبر يوزر لا بأس أنها سأضاع سوبر اسيو لأنه فقط متواجد لهذا الجهاز يوجد خيارات هذه الخيارات معناها الصيغة أو الصلاحية التي سيتم إعطائها يجب عليك البحث عن كلمة ساكسف أو ساكسفل أو النجاح يعني لجهاز جالكسي نوت 8 هذه ممكن أن تنجح عند الضغط عليها ستجد كلمة ساكسس أي أنه تم عمل هذه الطريقة بنجاح إذا خرج الجهاز بهذا الشكل معناها أنني عملت هذه الطريقة سابقاً فستجد عند عمل رستار تواجد هذه الفكرة سأذهب من جديد لكلمة سام يُعطي فيلد المفروض أن تجد هذا الشعار أو هذا المربع مع كلمة ساكسس أي تم النجاح أو تم العمل بنجاح ثاني خيار فيلد ثالث خيار المفروض أن يعطيك هذه الكلمة ساكسس أي تم النجاح أو تم العمل بنجاح عند وجود هذه الكلمة أي أنه تم تركيب روت الآن المطلوب منك هو الضغط على زر التشغيل الضغط مطور ثم إعادة تشغيل الجهاز ثم موافق عند إعادة تشغيل الجهاز ستجد تطبيق سوبر اسيو أو سوبر يوزر على حسب ما حملت وهو التطبيق المطلوب لعمل أو إعطاء صلاحية للجهاز الروت هو إعطاء صلاحية لجهازك بعض التطبيقات تحتاج صلاحية أعلى من اللازم للتحكم بالملفات الداخلية لجهازك مثل تطبيق تصوير الفيديو الداخلي للجهاز أو مثل تصوير الشاشة لبعض الأجهزة عموما هذه ستجد كلمة سوبر يوزر أو هذا التطبيق سوبر يوزر يعطي صلاحيات لكثير من التطبيقات ستجد التطبيقات التي تم إعطاءها صلاحية في هذا المكان إذا كان التطبيق يحتاج صلاحية ستجد بأن التطبيق يظهر لك بأنه أريد صلاحية مثل تطبيق قد ظهر قبل قليل وهو تطبيق الكلين كلين ماستر سيحتاج بعض الصلاحيات أو سيحتاج بعض الصلاحيات عموما كثير من التطبيقات تحتاج إلى صلاحيات التطبيقات الاحترافية للجهاز لاحظ بأنه الآن يريد صلاحية بهذا الشكل تعطي صلاحية للتطبيق عمل روت للجهاز يسقط الضمان ويوقف التحديث الهوائي واللي زالت روت يوجد خيار هنا باسم انروت هذا الخيار فقط سيعطل أو سيحذف السوبر يوزر ولكن جهازك لن يعمل تحديث هواي عليك تركيب روم من جديد وعمل فورمات بعد تركيب هذا الروم جميع الطرق الأخرى هي طرق فقط غير ظاهرة أو غير ملموسة الأفضل هو تركيب روم ثم عمل فورمات بعد تركيب الروم وستجد أن جهازك يدعم تحديث الهوائي بالنسبة للأجزاء الحديثة مثل إذا كان هذا التطبيق يدعم هو لا يدعم نوت 3 إذا كان هذا التطبيق سيدعم نوت 3 فلن تستطيع إرجاع الضمان بأي طريقة من الطرق بسبب تواجد تطبيق الجديد للحماية الكيرنن عموماً للمزيد والحصول على القائمة تابع نفس المشاركة في موقع XQ5